آية استوقفتني وأحببت أن أتدبرها وأتأملها معكم عسى أن ينتفع بها من حرم نعمة الولد طبعا الله تعالى يجعل من يشاء عقيما ويهب الذكور لمن شاء يهب الإناث لمن شاء هذا أمر متعلق بإرادة الله عز وجل ولكن نحن أيها الأحبة المطلوب من الدعاء لأنه لا يرد القضاء إلا الدعاء والله تبارك وتعالى عندما يريد أن يرزقك الولد يلهمك الدعاء الصحيح هو مكتوب عنده عز وجل أنت لن تغير ما كتبه الله لك ولكن من الأشياء المكتوبة عنده عز وجل أنه يكتب لك أيضا الدعاء فتدعو بهذا الدعاء فيكون سببا أو قد يكون سببا بإذن الله لإنجاب الولد سيدنا زكريا عليه السلام كما في بعض التفاسير جاوز الثمانين من العمر وليس عنده ولد وعندما رأى السيدة مريم وما لديها من رزق كريم كان الله يرزقها من حيث لا تحتسب عندما قالت له إن الله يرزق من يشاء بغير حساب طبعا هنا سيدنا زكريا نادى ربهم تأملوا معي قوة هذا الدعاء أيها الأحبة وزكريا إذ نادى ربهم ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين انظروا الأدب مع الله هو يشرح وضعه لله عز وجل يقول يا رب لا تذرني فردا أي وحيدا أرزقني الولد ولكن هو طلب بصورة مهذبة صورة فيها خشوع لله فيها يعني ترغب بما عند الله وتخشى عذاب الله رغبا ورهبا وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له هنا حرف الفاء حرف يدل على سرعة الفعل يستخدم في اللغة العربية للأشياء الخاطفة يختلف عن الواو الذي فيه زمن وفيه التراخي نوعا ما الفاء سرعة الاستجابة فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم طيب ما هو السر أيها الأحبة لماذا استجاب الله دعاء سيدنا زكريا عليه السلام كثير من الناس اليوم حرم الولد ويدعو ليلة نهارا لا يستجاب دعائه لماذا هنا يجب أن ندرك سر في استجابة الدعاء أيها الأحبة ليس مجرد الكلام الدعاء ينبغي أن ينطلق من قلب نقي قلب معلق بالله قلب مؤمن لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال في نفس الآية إنهم كانوا يسارعون في الخيرات هل تسارع في الخيرات؟ هل تبحث عن فقير أنت تبحث عنه وتذهب إليه لتعطيه من مال الله الذي أعطاك؟ أم تجلس وتنتظر حتى يأتيك؟ هل تبحث عن إنسان يدعو إلى الله فتذهب لتعينه على أمر دعوته إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل تسارع لإنقاذ إنسان يحتاج لك؟ هو بحاجة لمساعدتك بحاجة لأن تقضي له حاجة من حوائج الدنيا هل أنت الذي تذهب إليه أم تجلس وتنتظر؟ هنا الفرق أيها الأحبة هؤلاء الأنبياء كانوا هم من يسارع لم يقل يسرعون هناك فرق أيها الأحبة لم يقل يسرعون في الخيرات مع العالم أن السرعة في الخيرات أمر عظيم ولكن استخدم القرآن صيغة مبالغة قال يسارعون يسارعون يبالغون في السرعة وفي الخير إنهم كانوا يسارعون في الخيرات لم يقل بالخيرات في الخيرات لكأنه يريد أن يقول لك كأن هذا النبي الكريم كان كل شيء حوله خير أي فعل فيه خير يفعله أي عمل أستطيع أن أفعله فيه خير يجب أنا الذي أسرع لا أنتظر أيها الأحبة ما سبب مصائبنا اليوم ما سبب هذه الاختبارات والبلاء وهذا الوضع الذي نعيشه اليوم في العالم الإسلامي بخاصة ما هو السبب أيها الأحبة إننا لا نسارع في الخيرات حتى عندما يأتينا شخص يحتاج لمساعدة يحتاج لمال يحتاج وأنت قادر على أن تعطيه لا تعطيه سبحان الله الأخ لا يعطي أخاه الإبن لا يعطي أباه كيف سيستجيب الله دعائك ويرزقك الولاد إذن قبل أن تدعو هذا الدعاء يجب أن تحقق شروط استجابة الدعاء إنهم كانوا يدعوننا رغبا رغبة بما عند الله ورهبا خوفا عذاب الله وكانوا لنا خاشعين حياة هذا النبي الكريم سيدنا الزكريا كان في حالة خشوع 24 ساعة خاشع في الليل خاشع في الصلاة يخشع في معاملاته مع الناس يخشع في إذا غضب يغضب لله تعالى وليس لأمر من أمور الدنيا في صدقته يكون خاشعا وكانوا لنا خاشعين إذن ينبغي أن تحقق هذه المعادلة ثم تدعو بهذا الدعاء والاستجابة مؤكدة مئة بالمئة أنت سارع في الخيرات لا تنتظر وتجلس سارع أنت بادر أنت اذهب أدعو الله رغبا ورهبا كن في حالة خشوع لا تقول أنا لدي عمل ليس لدي وقت لحفظ القرآن ليس لدي وقت لأن أتفقها في الدين أو أن أتدبر القرآن أين الخشوع وكانوا لنا خاشعين لذلك أيها الأحبة احفظوا هذا الدعاء وبخاصة لمن حرم الولد يدعو به وأنا أحب دائما أن أستخدم الرقم سبعة في الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه الرقم سبعة مهم جدا وهو عدد آيات فاتحة وهي السبع المثاني الله سبحانه وتعالى يقول وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين احفظوا هذا الدعاء وادعوا به واعملوا بشروطه والله سبحانه وتعالى سيجيب الدعاء وتأتي الإجابة مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى كما استجاب لسيدنا زكريا عليه السلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته